اشتركوا في القناة والذي استشهد متأثرا بإصابته خلال تأديته الواجب الوطني المقدس ضمن قوات التحالف بقيادة القوات المسلحة بالمملكة العربية السعودية المشاركة في عمليات إعادة الأمل والمرابطة للدفاع عن الحدود الجنوبية للمملكة العربية السعودية الشقيقة وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادة الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء عن خالص تعزيه ومواسته لأسرتي وذوي شهيد الواجب سائلنا الله تعالى أن يرحمه بواسع رحمته وأن يدخله في سيحة جنته مع الشهداء والصديقين والأبرار وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان وأكد سموه أن شهداء الوطن البواسل في دفاعهم عن الوطن ونصرته ورفي راية الحق والعدل سطروا أسمى صور الولاء والفداء والحطاء في ساحات الشرف وميادين الكرامة والتي ستبقى خالدة في ذاكرة الوطن مشيرا سموه إلى أن سجلات تاريخنا الوطني تسخروا بتضحيات منتسب قوة الدفاع البحرين ومواقفهم المشارفة في الدفاع عن الوطن وصون مقدراته والتي هي مصدر فخر واعتزاز الجميع من جانبها أعربت عائلة شهيد الواجب الملازم أول حمد خليفة الكبيسي عن بالق شكرها وتقديرها لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القادل على القوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء على تقديم واجب العزاء مؤكدين فخرهم واعتزازهم بأن يكون ابنهم شهيدا لمملكة البحرين الغالية دعين الله عز وجل أن يتغمد شهداء الواجب بواسع رحمته وأن يحفظ المملكة وأبنائها الكرام اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر